اشتركوا في القناة ببعض الامطار المحلية خاصة بمنطقة الاوراس والهضابة الغربية هنا احتمال لتساقط حبات البرد يجب اخذ الحيطة والحذر جنوبا اجوأش برادية بشمال الصحراء والصوراء خلال الظاهرة بينما مشمسة بالجنوب الشرقي لغاية الصحراء الوسطى واقصى الجنوب مع نشاط بعض الزواب الرملية المحلية بشمال الصحراء الحرارة خلال ليلة اليوم تتروح ما بين 11-16 بالمناطق الشمالية تقرب 20 درجة بالواحة وشمال الصحراء 22 درجة بالسورة بينما لن تتعدى 18 فقط بـ 20 دوف 22 درجة بالتمن راس ترتفع إلى 30 درجة بأقصى الجنوب الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستتروح ما بين 22-25 درجة على أغلب المناطق الشمالية عذابي وهران وتنمسان سترتفع لتقرب 28 درجة 38-35 درجة من شمال الصحراء لغاية الجنوب الغربي 36-39 درجة بمرتفعة الهوغار والتسلي وتتروح ما بين 40-44 درجة من إليزين حوى الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب البحر سيكون جميل إلى قليل الاتراب مع رياح ضعيفة على العموم يوم التلتاء بإذن الله مصرحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما ضباب محلي خلال صباح الباكر على سواحل الوسطى والغربية صحب عابرة نحو سواحل الغربية أجواء مشمسة لمغاشة جزئيا بكل المناطق الوسطى بينما تبقى بقايا بعض الأمطار تخص المناطق الشرقية كما ستتشكل صحب عادية خلال الظاهرة بالهداب الغربية تكون مرفوقة بأمطار محلية أجواء صحوة على العموم بكل المناطق الجنوبية درجة الحرارة تبقى مستقرة يوم الأربعاء بإذن الله ننتظر قدوم اتراب جوي آخر نحو المناطق الغربية والوسطى في البداية يكون مرفوقة بأمطار رعدية محلية مع هبوب رياح قوية نحو الهداب الغربية المناطق الشرقية تبقى تشهد نسبة رطوبة عالية صحب سفلة مع احتمال أن تكون هناك بعض الأمطار الضعيفة والمحلية نفس الوضعية الجوية تبقى مستقرة بكل المناطق الجنوبية ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة نحو المناطق الغربية بينما يوم الخميس بإذن الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب صحب عابرة على كل المناطق الشمالية أجواء على العموم وغشت إلى غائمة مرفوقة ببعض الأمطار المحلية الأمطار ستكون معتبرة محليا بمنطقة الأوراس مع نشاط خلايا رادية وتبقى هبوب رياح قوية نسبيا تميز الهداب الغربية الأجواء ستبقى مشمسة على كل المناطق الجنوبية نعود إلى يوم الغد على مسوى العاصمة وضوحيها وقت الشرق سيكون في حدود الخامسة صباحا و29 دقيقة والغروب على الساعة الثامنة مساء ودقيقتين مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان